اشتعلت جبهات غزة بشكل غير مسبوك مع توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على كافة الجبهات شمالا وجنوبا بالتزامن مع قصف جويا عنيف على كافة المناطق الجيش الإسرائيلي بدأ بدفع دباباته والحشد على مشارف حي الشجاعية ومدينة جباليا في شمال القطاع في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي كلفت بمهمة الدخول إلى جباليا في حين تستعد الفرقة 36 لدخول حي الشجاعية شرق مدينة غزة وهي ذاتها الفرقة التي تخوض قتال الشوارع في حي الزيتون المجاور هذا وأعلن قائد اللواء المدرع في الجيش الإسرائيلي أن الجيش يقترب من تحقيق أهداف العملية البرية في الجزء الشمالي من قطاع غزة مشيرا إلى أنه يخوض حربا معقدة وصعبة وطويلة الأمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة